السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم تمامي القرام طبعا قناة الاخر وخلاصة معكم محمد نور الدين انا عارف اني مقصر جدا في حق الدور المغربي الرابطة المغربية الاحترافية الاولى انوي والله عارف ولكن خليك في مكاني دلوقتي المباراة بتتعمل الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت مصر يعني لازم هتخلص الساعة 2 صباح اروح الشغل امتى اعمل فيديوهات امتى اجي تاني يوم اعمل الاقي في فيديوهات او في ماتشاتها تتلعب تاني يوم او في نفس اليوم الصبح برضو فقلت استنى لما الجولة تخلص خالص وانا اسف يعني استحملوني بقى في شهر رمضان بعد شهر رمضان ديني هتصبت تاني ونعمل كل يوم ان شاء الله او كل بعد المباراة المهمة تمام اسف على المقدمات التقولة دي معكم محمد نور الدين من قناة الاخر خلاصة انتهت الجولة الرابعة عشر من الدوري المغربي الاسنين 3 خمسة 2021 الساعة 12 الصبح من توقيت مصر 11 مساء بتوقيت المغرب 11 مساء يوم الحد تمام بدأت الجولة خلنا نقول بها ايه بدأت بالمباراة ما نقولش المواعيد ولا ايه حاجة الوداد تعادل امام شباب المحمدية واحد واحد حسنية اكادير فاز على مولودية وجدة واحد صفر يسوفيه برشيد خسر امام الدفاع الحسن الجهيدة صفر واحد والامبيك اسف فيه خسر امام الجيش الملكي صفر ثلاثة المغرب الفاسي فاز على التحطانج اتنين واحد الوداد فاز على نهض ببركان 4-0 والمباراة كانت مؤجلة من الجولة 8 ما لاحش علاقة بالجولة 14 انما بتاعت شباب المحمدية التعادل دي هي اللي في الجولة 14 نهضة زمامرة تعادل امام الرجاء الرياضي والمغرب التدويني تعادل امام سريع وادي زم خلنا بقى نتعرف على تركتف ركا الدوري المغربي بعد الجولة 14 متماعي الكرام تصدر الدوري في المركز الاول الوداد الرياضي ب30 نقطة الرجاء في المركز الثاني ب26 نقطة الجيش الملكي المركز الثالث ب23 نقطة حسنية اكادير المركز الرابع ب23 نقطة اتحاد تنجا في المركز الخامس ب20 نقطة نهضة ببركان المركز السادس ب18 نقطة ولهم برامو اجلة المغرب الفاسي المركز السابع ب18 نقطة ايضا والمبيك اسفي المركز الثامن ايضا ب18 نقطة مولودية وجدة المركز التاسع ب17 نقطة يوسفيد برشيد المركز العشر ب17 نقطة شباب المحمدية المركز الحدي عشر ب16 نقطة المغرب التدواني المركز الثاني 10 ب16 نقطة الفتح الرباطي المركز الثالث عشر ب14 نقطة ولمبر مؤجلة الدفاع الحسن الجديد للمركز الرابع عشر ب14 نقطة نهضة زمامرة في المركز الخامس عشر ب12 نقطة وسريع ودي زم المركز السادس عشر والأخير ب12 نقطة أيضا خلنا نتعرف على ترتيب الهدفين طبعا عدد مباريات الجولة أو عدد جولات يعني الدور المغربي 30 جولة اللي ما يعرفش تمام طيب متمعين الكرام أيوب الكعبي متصدر الهدفين لعب الوداد بسبعة أهداف يتساوى معه بين ملانغو لعب الرجاء وفي المركز الثاني صلاح الدين بنيشو لعب أولمبيك أسفي بستة أهداف وصفير رحيم لعب الرجاء الرياضي وأكسل مياي لعب التحطان جويس في الفهل لعب حسن تكدير في المركز الثالث عفضو تشابو لعب نهضة زامرة بخمسة أهداف ورودا سليم لعب الجيش الملكي وسايمون موسوفا لعب الوداد وتوني المركز الثالث الرابع توني أديو مارو جوي داع المغرب التدواني باربع أهداف وحشام خالو لعب المغرب التدواني واسمعي الخافي لعب مولودية وجدة وعلمين دي أكاية لعب مولودية وجدة ومحمد الفقه لعب المغرب الفاسي وأسامة اللملاوي لعب شباب المحمدية اشترك في القناة وفعل زر الجرس اعمل لك الفيديو كان معكم محمد نور الدين وبعتزل مرة أخرى نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته